رح تفتح الدول الخليجية بويبة لحسان الدياب أو لا؟ الأنظار كلها متوجهة لمعرفة النتيجة بعد أعلان البيان الوزاري والتوجه لمجلس النواب لأخذ السئة أول جولة رح بتكون بالنسبة لقلي بعد جلسة الثقة رح تكون للمنطقة العربية إن شاء الله بالأخص في الخليج العربي لوجود الدول الخليجية بلبنان أهمية منها أن دول الخليج هي الأكتر استثماراً بلبنان التحويلات للمصارف من الدول الخليجية كبيرة والاعتماد كبير على الخليجيين لإنعاش السياحة بلبنان فبعد قرار حزر السفر للبنان سنة 2016 اتراجع 70% أعداد السواح الخليجيين الأمر اللي أدى لتراجع كبير بالمدخيل السياحية والوضع تغير بعد رفع الحزر مثلاً وبحسب وزارة السياحة بعد رفع الحزر السنة الماضية ووصل عدد الوافدين من السعودية لنمو نحومية بالمية مع بداية صورة 17-21 أجلت السفارة السعودية رعاياها من لبنان وحطت على حسابها تحذير وهالتحذير بعده لهلأ على راس الصفحة حتى بعد تشكيل الحكومة وأنخفاض حدة الاحتجاجات وهيدا التحذير بيعني تجنب السفر للبنان وكأن حظر مشابه لللي قبله ويمكن أقوى مع معلومات عن خفض عدد الديبلوماسيين السعوديين باللبنان من دون تأكيد أو نفي من قبل السفارة السعودية وبالنسبة لحكومة الدياب فوصفت الحكومة باللون الواحد أو حكومة حزب الله الأمر اللي ترك علامات استفهام عند ردة فعل دول الخليج باستثناء قطر ودول خليجية مهمة ملتزم الصمت لليوم بوجه الحكومة باستثناء تصريح سفير السعودة بلبنان مبارح واللي قال أن السعودية حريصة على أمن لبنان وسلامته واستقراره هو وقوفة لجانب اللبنانيين كلهم ومؤسساتهم والمحافظة على علاقات البلدين من دون ما يحكي تحديداً عن الحكومة فشو هي السيناريوهات المطروحة بعد أخذ الحكومة السئة؟ صحيفة الوطن السعودية قدمت ثلاث احتمالات الأول يصير لقاء بروتوكولي ويتم الاستماع لحسان الدياب ويتم توضيعه مثل ما استقبلوه التاني التأجيل لزيارة لعدة أسابيع لقراءة ودراسة سياسة ومواقف الدياب التالت هو إبلاغ لبنان عبر القنوات الديبلوماسية إنه الرياض وأبوضوي مشغولة هلأ وما عندها استعداد لاستقباله من جهة تانية يعتبر بعض المطلعين إنه صمت الدول الخليجية منه سلبي وممكن يكون إيجابة بعد أخذ الحكومة السئة بس بيظل الكباش بالمنطقة خاصة بين أمريكا وإيران فهل رح نشهد تجاني السعودة أمريكي بردة فعله انتجاه الحكومة بعد أخذ السئة؟ ما تنسوا تعملوا سبسكريب على يوتيوب ولايك لصفحتنا على فيسبوك